النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة مميزة جدا كلنا بنحبها وهي وصفة الشيش توق لو انت لسه متعرفينيش انا ياسمين صالح النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة مميزة وحلوة قوي وكمان هقولكم على سر تدبيلة بتاعت المحلات السوري وسر التحينة اللي بيحطوها في الصندوتيات من بر وكمان بدلت وراك بس هنعمل اكبر كمية بس كالعادة زي ما تعودت منكم لايك للفيديو واشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل او الحاجة هبدأ بيها هو تلات وراك انا روحت للراجل بتاع الفراخ وقلت له عاوز تلات وراك حمام كداب اللي هي الوراك المخلية ولما روحت البيت نظفتها كويس وقطعتها للقطعة ديات زي ما انتوا عايزين كمان في اطباق بتتباع جهزة بتبقى اطباق شش توق متقطعة جاهز او ممكن انت تقول للراجل في المحل انا عايزة نص كيلو او كيلو لربع او كيلو من الشش توق وهو بيقطعه زي ما انتوا شايفين بس انا بستقرب دوات لاني بحب يعني انا بضفها بنفسي ويطلع منها كل الشوائب والحاجات المش كويسة اول حاجة هبدأ بيها في الوصفة بتاعتي هو الزبادي لانه بيطر جدا معي اللحوم ومعلقة من معجون السلطة ومعلقة من هريسة الفلفل البارد انت عايز تبدليها بالسبيسي ما فيش مشكلة بس عايزة اقول لكم الزبادي بيديني طهراء وتحفة جدا للتدبيلة دي عايزة كتركز معي في كل خطوة انا بعملها لان التدبيلة دي هي سرج المحلات السوري بكل امانة هنا هبدأ اضيف معاها معلقة ونص من اللمون يعني انت لو عندك قصير لمون بتضيفيه معلقتين كبار ولو عندك باللمونة انا ضفت هنا معلقة لمونة ونص يعني لمونة ونص من اللمون او لو انتين لو حجمها صغير قوي اللمون برضو بيديني طراوح حلوة قوي للفراخ معي وبيخليها جوسي كده هو الزبادي والزيت هنا اضفت ربع فنجان من الزيت على الثلاث وراج وكباية صغيرة من الزبادي ومعلاقة من مجون الصلصة معلقة من الفلفل الهور هنا معلقة من التوم البودر ومعلاقة من البصل البودر نص معلقة من الكاري وربع معلقة من بوهرات المكسيكي ودي انا كنت قلتها معاكم قبل كده في فيديو ودي معلقة من البابريكا معلقة من الكزبرة الناشفة معلقة من الفلفل الاسويت نص معلقة من الجنزبيل ودي ربع معلقة يعني حدة صغيرة قوي من الهيل المطحون ومكعب من المرأة الهيل المطحون دوت اللي هو الحبهان المطحون ودي من اهم من اهم التوابل اللي بتتضاف في الوصفة بتاعتنا النهاردة هنا كمان هضيف من الملح وطبعا لازم تركزون احنا نحط دبس رمون وصياسوس وحطين مكعب من المرأة فما تنسوش عشان خاطر ما نقطرش الملح وتطلع ملحة مننا هنا كمان هضيف معلقتين من الصياسوس الفاتح مش الغامق ولو عندك الغامق هضيف معلقة واحدة تمام هنا بقى يعني هبدأ بقى كده اعجن الخليط بتاعي ده لما حس ان الفراخ عندي اتشبعت من التدبيل يعني ادعكها كويس قوي تمام وبرضو الافضل انك تبسي او كيس في البيض عشان ريحة التدبيلها متعودش في ايديكي انا مش عشان خاطر التصوير بس لأ في العادي انا بلبسه بلاستيك او الجلد دوت زي ما انتم شايفينه ده الافضل بكتير بصوا لما حس كده ان التدبيلها اتشبعت بس بها ادي ايه يا سمين بس بها حوالي من تلات لاربع ساعات وكمان بقى يا سيدي لو سبتيها ليلة كاملة من بالليل لغاية الصبح تكلف راخش جوسي جوسي بكد طحفة مش عايز اقول لكم كان طعمها عامل ازاي كده انا خلاص هبدأ ادخلها التلاجة ويها سبها من تلات لاربع ساعات بس انا في اليوم دوت ليل امانة انا سبتها حوالي ست او سبع ساعات ست او سبع ساعات سبتهم قلت اشان خاطر تتغز لك انت اقل وقت ممكن تسيبها في هي من تلات لاربع ساعات هنا طبعا بقى عامل ما تتغزى معايا في التدبيلة بتاعتي انا هبدأ في المرحلة دي اعمل ايه بقى اشوف الفلفل الجماعة بتقطع لمكعبات مكعبات حسب رغبتك بس يعني انت مثلا هتعمليه في او في عيش اه سوري اه او في بتخلي القطع بتاعته صغير لكن انا هنا كنت هعمله في نوم يعني هشي كده حشو في صندويتشيك فكنت احبق ان القطع تكون وسط تمام الفلفل طبعا لازم نشيل الحاجات البيضة اللي جوالي زي ما انتو شفتو وهبدأ اقطع هاريكو كمان عشان خاطر يبقى معايا في الخلة اه حلو ومتزبط كده بصو انا هنا هخلي القطع بتاعتي تكون متوسطة علشان خاطر نقدر ان احنا يعني يسوي الفرق حلو على الجريل بتاعنا طب ياسمين ينفع ان انا احط الشيش توق دوت في الفرن جميل جدا ما فيش اي مشكلة بس بشرط انك تغذي الخلة بتاعتك او العصيون الخشب بتنقعيها في مية لمدة نص ساعة عشان خاطر لما تدخل الفرن ما تتحرقش منك لكن انا هنا مانا اعتهاش في مية ولا اي حاجة انا غسلتها بس وبدأت ان انا استخدمها عادي اوي لان انا كنت هستخدم في الوصفة ديت استخدمت الجريل بتاعي عايز اقول لكم ان الجريل دوت تحفق حاجات كتير اوي في البرجر وتحفق اوي في الشيش توق تحفق تحفق اوي كمان في الكبدة انا ما باجيش اشوحها حلوة اوي وميجاني كده شكل خطوط ويعني رهيبة الصراحة انتي حتى كمان لو عندك اللي هو بيتقفل من فوق ده افضل بكتير الصراحة من ان انا لما باجي اسوي حاجات كتير بحط اه ورق فويل عشان يكتم معايا الاكل جواه لكن انتي لو لي معاك يغطى ده افضل بكتير هنا خلاص انا كنت قطعت الفلفل بس بوريكم اقطعناه ازاي هنا انا قطعت خلاص طماطب لو عندك شيري توميتو ما فيش اي مشكلة برضو ده افضل بكتير الشيري توميتو طبعا بس كايتش بتوفر عندي او يعني صراحة كمان ساعت ما باشتلهاش لانا بتبقى غالية شوية علي تمام هنا كمان حبي تحط فلفل اغضر انتي بقى كمان يعني انا اعرف في ناس بتحط الفلفل والله يبقى ده بيقطعوا الفلفل وبيحطوه يبقى هنا كان معنا في الوصفة ده يات الفلفل الاصفر والفلفل الاحمر والبصل تمام بصل لو عندك صغير ده افضل بكتير اللي هو البصل بتاع المخلل الصغنون ده هيبقى حلو قوي وهندخلو زي ما هو يعني هندخلو في الخلة زي ما هو يكون صغنون لكن انا هنا برضو ما كانش متوفر عندي فعادي طبعا لازم نتصرف بصوا لازم تكون القطع حلوة كده على الاقل تكون قد قطعة الفراخ يعني انا مقطع هنا الفلفل والبصل والحاجات دي كلها قد قطعة الفراخ عشان يبقوا متساويين مع بعض ولما يجي اساويهم على الجريل زي ما قلت لكم يكونوا كلهم مع بعض هنا خلاص انا كنت قطعت التماطم والفلفل الاحمر والفلفل الاخضر والبصل والفلفل الاصفر تمام هنا بقى هبدأ خلاص جبت التدبيلة بتاعتي او الشيش طوق من من الدلاجة وهبدأ بقى ايه اعمل معاكم خلة كده او اتنين وبريكم ازاي بنرصها مع بعض هنا خلاص كانت معايا تمام تمام زي ما قلت لكم انا بحب قلبس جلافز عشان خاطر الريحة بتاعتها بتغيط شوية كده في البيت اه نسيت كمان اقول لكم على معلومة مهمة قوي لو انت كمان حابة تحطي اه شوية خل صغيرين مفيش مشكلة عشان ده برضو بيساعد على التسوية طب يا ياسمين احنا ينفع ما نعملهاش بوراك وينفع نعملها بالصدور اه جدا نفس التكبيلة بالزبط بس الصدور بنقعدها ليلة كاملة ما يعني لو قعدناها ترات اربع ساعات زي الوريك مش بتبقى قوي زي الوريك ان الصدور معروفة عنانية بتبقى نشفة شويتين فمن الافضل ان انتي تحطيها في التلاجة ليلة كاملة هنا بصوا بقى انا هنا استخدمت خلتين زي ما انتم شايفين مش خلة واحدة عشان تبقى متماسكة معي عايز اقول لكم اني عندي مستلزمات المطبخ الاكياس والحاجات جول العلب بيبقى عنده خلة اصلا بتبقى طخينة يعني يعني في نفس سمك الخلتين دول مع بعض تمام اه ممكن برضو تشتريها مفيش مشكلة بدلا ما تحط اتنين كده مع بعض انا هنا حبيت زي ما قلت لكم احط خلتين عشان خاطر تبقى متوفرة يعني ايه مسكة معي نفسها شوية هبدأ بقى هنا خلاص اضيف حتة كده من الطماطم اهو يبقى احنا كده بنمشيها مع بعض طبقات طبقات تمام اهو عجل الفلفل الاخدر ويبعد كده ببدأ بقى ايه احط اصفر احط احمر زي ما انت عايز انا عرف في ان في ناس والله وشفتها بنفسي بتحطش طماطم ولا فلفل اخدر ولا فلفل احمر هيبتك تفي بالبصل والفلفل الاصفر وخلاص على كده وتمام يعني مع الفراخ وخلاص وبيقولوا ان هما بيحبوها كده اوفينا هيس على فكرة بتحط الزتون بس انا الصراحة مش حبها قوي بالزتون لاني جربتها قبل كده بس ما عجبتنيش لكن بالالوان والالوان المبهجة الجميلة دي بتبقى حلوة قوي الصراحة ان شاء الله بازن الله تعجبكم بازن الرحمن بس انت جرب الوصفة ومشي عليها بالزبط هنا بقى خلاص اهم حاجة ما تمنيش الخلة الفوق قوي على الاخر وخلي اخر قطعة في الخلة بتاعتك تكون من الشيشة وك يعني اخر قطعة تكون معاك من الشيشة وك هنا انا خلاص وبسطو كنت خلصت الخلة كلها وزبطتها وزبطت الالوان بتاعتها زي ما قلت لكم احنا بنمشي بيها تدرجيا يعني آآ الفلفل الوان بعد كده البصل بعد كده الفراخ وبنمشي بيها طبقات طبقات هنا خلاص كنت خلصت الكمية عندي كلها كاملة زي ما انتو شايفين اهو وبقوا تمام عملوا معايا حوالي يعني تلات اوريك عملوا معايا حوالي اتنوشر خلة ما شاء الله يمكن كمان الكاميرا جابها صغيرة لكن ما شاء الله كانت حلوة قوي وبكانت حش معايا الفين وشكل سر التسوية بقى كمان واللي هقول لك عليه في السر كل هنا انا جبت قطعتين او تلاتة من اللية الضني وهو دوت السر بتاع المحلات السوري اللي بيخلي راحتها تجيب اخر الشارع وبيبقى خليها طعم مميز حلو قوي هنا حطيت شوية من الزيت وحدتين من اللية زي ما قلت لكم ولو عندك سايحة ممكن تضيفي معلقة زي السمنة كده عادي وتسيبيها لغاية ما تسيحة بس هزا اقول لكم والله يا جماعة فعلا بقى مانا طعمها قد ايه كالرهيب رهيبة بجد فعلا والله العظيم ان شاء الله بإذن الله تجربوها وتعجبكم هنا خلاص بصوا بقى كانت ساحت معايا هنطلع بقى ايه خلاص ده كده بقى هي ترمي مالوش لازمة ان احنا خلاص خدنا ايه الا السلي بتاعه حين بقى هبدأ اجيب الشيش توك بتاعي بقى والريحة بقى بدأت هنا يا زيتي بصوا الجمال هبدأ بقى كده انزل ايه بالخلة بتاعتي واحدة ورد تانية ويه اه بنزل السمنة عليها بصوا زي ما انتم شايفين عشان خاطر تنزل تتقال على طول انا عايزة الجريل بتاعي يكون سخن هو والسمنة بالشكل ده ماشي الزيت يعني على اللية يكونوا سخنين قوي عشان تنزل الشيش توك معي ياخد صدمة مش عايزة ينزل ينزل المية بتاعته الفضل الله وما نزلش المية بتاعته لو نزل المية بتاعته مش هيبقى لي اي طعام هنا خلاص بصوا بقى انا هبدأ بقى اجيب ورقة وهبدأ اخذ تعليق زي ما قلت لكم وحنا بنتبل الشيش توك منش لو عندك الجريل اللي بتقفل ده افضل بكتير لانك بتنزل الغضب تهاو على طول قبل بقى ما يستوي معانا ويزبط طبعا كنت وطت علي النور او خلتها وسط كده وهنبدأ بقى روح نعمل الطحينة بتاعت المحلات وهقول لكم ازاي بيعملوها طبعا الطحينة دي بتتعمل في المحلات النظيفة مش المحلات اللي هي اي كلام المحلات الاي كلام زي ما انتم عارفين بيحطوا جزء طحينة بيحطوا جزء من الدقيق وبعد كده توابل بقى ومية وكل سنة وانتم طيامين لكن المحلات النظيفة بيحطوا الطحينة وبيخففوها بالزبادي ولو احتاجت معاهم من المية بيحطوا وزي ما انتم عارفين برضو في المطاعم ان هم بيعملوا الطحينة هناك بنفسهم. ما بيشتروهاش من بره. دي بيبقى اوفر ليهم بكتير. هنا انا ضفت شوية من الملح وجيه الزبادي والطحينة. بس هي هنا بقى بس طخنت معي. فانا بحط مية من الكتل زي ما قلت لكم. قبل كده في كل فيديوهاتي انا بحب المية من الكتل. عشان بتبقى مغلية وبردة كده بتبقى حلوة. فده الافضل. فالطحينة ان احنا حطين زبادي اصلا. فضفنا مية تكون بردة عادي. انا مسخنتهاش. هتحطي لمونة هتحطي كامون. لأ هو مو السمك. احنا بنحط دوت للشاورمة. ويبعملها للشيش طوق وللمشويات. بس ساعات سراحة برضو في المشويات بحط شوية من اللمون. لكن مع الشيش طوق لأ انا بحيبش اضف لها اي حاجة لانهم في المحلات بيعملوها كده. خلاص بصوا قوامها. انا عايزة يكون تخين كده. عشان لما اضيفه معايا في الفينو. ما يبلش الفينو معايا ويكون طريق قوي زيادة عن اللزوم. خلاص هنركضها على جنب وروح نشوف الشيش طوق بتاعنا عمل ايه? يلا بينا. بصوا بقى الله ومبارك ريحة بجد جد رهيبة. اكلة حلوة قوي. بتقعدي ولاجك في البيت. بتخلوش يشتروا اكل من برا. وكمان بيوفر معاك حلوة قوي في الميزانية. ان انت بتالت وراك بس بتقدرة تحميل الخدوة ممتازة. ان شاء الله بازن الله فيديو حيات كية. هعمل لكم ان شاء الله منزانيات حلوة قوي. وازاي نقدر ان احنا نعمل اكل بتاع برا بالزبط بقى اقل تكلفة. ان شاء الله بازن الله يعني. حين بص بقى خلاص هبدأ اقلبها. اهو قلبت كله. بس بقى اروح جايبة كده ايه المقصوصة او اي معلقة عندي. وابدأ اضغط بيها الضغطة دي عشان آآ الفراخ تنزل تحت ويكتب استعمل مش اكسرها. يعني بالروح. ابدأ ان انا كده بصه امشي عليها واحدة واحدة عشان اتأكد ان كل العصايا بتنزل معايا في في الجريل من تحت. اغطيها برضو على الوش التاني والروح بقى نفتح الفينو. انا الفينو يا جماعة بحب افتحه بالمقص. دي افضل طريقة صاروحة بتريحني او لو عندك آآ في في كده بيتباع في محلات مستلزمات المنزل. بيتباع كده زي القطر شبه القطر يعني آآ زي زي المقصة كده عام زي الاصافة. بيتفتح بالفينو. بس انا بقى بشتغل بالمتوفر عندي. هنا خلاص انا بفتح الفينو على الاخر زي ما انتو شايفين يعني مش مجرد انه بحشي جبنة. لا بصوا انا حتى بفتح الدوران بتاعه عشان لما اجي انزل العصاي او الخلة بتاعتي الشيش تووك بتاعتي. يبقى معايا تمام التمام. اجيب بقى الطحينة بتاعتي هنا وابدأ بقى ايه افردها كده في الفينو. بصوا. عايز اقول لكم ان سمك الطحينة نفسه قد ايه جميل عمزة الكريمة. بصوا الزبادي مديني طعم رهيب. اهو. بصوا. هنا بقى لو كانت الطحينة خفيفة كانت هتبليلي الفينو. كان طعمها مش هيبقى حلو قوي. كمان لما كنا هنجي ناكلها كنا هنلاقيها بتنقط كده. ومش مش ظريفه خالص الصراح. فده كانت افضل طريقة ان احنا نخلي الطحينة بالصم كده. كمان ياريت انتم كمان تستخدموها كده ان دوت افضل حاجة. خلاص بقى انا هبدأ اكمل الكمية كلها ونجيب الجريل بتاعنا. ونشوف بصوا. اللهم يا بارج بقى. كده خلاص انا كنت خلصت الكمية كلها. كانت معي طحفة. وكان طعمها حلوة قوي بالزيادة الصراحة. ان شاء الله بازن الرحمن اتعجبكم لما اتجربوها بنفس التدبيل اللي انا قلت لكم عليها. وبنفس الطريقة. كمان زي ما قلت لكم لو عايزين تعملوها في صدور او تدخلوها الفرن. مفيش اي مشكلة خلص. عادي براحتك. بس انا هنا بحب تسوية الجريل لانها بتبقى اسرع بالنسباني. وبتبقى حلوة. هنا خلاص بقى هنبدأ اهوات اجيب الفينو بالطحين اللي انا كنت عاملها بقى يا سيدي. بس بقى الحركات. حركات بقى ومحتاجات بقى زي ما انتو شايفين. قدي ايه كانت رهيبك انتو حلوة مع شوية بخلل بقى وبيبسي كده. ويه يلا عيشي انتو اولادك يوم سعيد كده حلو. ان شاء الله بازن الله يكون كله هنا وسرور بازن الله وتدخل الفرح على قلبهم. ما تنسونيش في لايك للفيديو. واشوفكم ان شاء الله على فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.